اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اشهد بما يربط مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة من علاقات متميزة تجسدت في الحرص المتبادل نحو تنمية افاق التعاون التنائي والوصول بها الى مستويات متقدمة تخدم التطلعات للبلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر القضيبية سعادة السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد حيث نوها سموه بالجهود الطيبة التي بدلها السفير والتي اسهمت في دعم وتعزيز اطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات متمني ان سموه للسفير المزيد من التوفيق ما يسند اليه من مهم جديدة من جانب عرب السفير التونسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه في المملكة من رعاية واهتمام اسهمت في نجاح مهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر